لو أستطيع لسخط شعري من ورود اليسامين ونصرته ورداً ذات أنواره وأبناء الحاضرين البدر لقى الشمس فيه فلاح والضاء الجبين والبدر أنتم وكيف لا وأنتم أبناء الغاليين أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الصف الرابع أهلاً ومرحباً بكم على منصة البس المباشر بالوزارة ودرساً جديداً من دروس الرياضيات يا صحابكم في رحلتكم الأستاذ محمد ناجي معلم الرياضيات ومدرب النظام الجديد وسفير التغيير ومدرب الإدارة الحديثة بمحافظة بن سويف ودرس اليوم بعنوان هنبدأ الوحدة التسعة هناخد المفهوم الأول تكوين الكسور وتحليلها إن شاء الله هناخد الدرس الأول والتاني والتالت الدرس الأول بعنوان هيا نبني والدرس التاني بعنوان هيا نحلل والدرس التالت مزيد من التحليل إن شاء الله مع نهاية هذا الدرس هنقدر نعرف عن إيه كسور الوحدة هنقدر نحدد إيه هي كسور الوحدة يبقى نعرفها ونحددها إن شاء الله هنقدر نعرف يعني كسور اعتيادية وإزاي نقدر نكون كسور اعتيادية باستخدام كسور الوحدة هنحلل الكسور الاعتيادية إلى كسور وحدة هنقدر كمان نمثل الكسور الاتيادية بعملات جامعة وطرحة متكررة لكسور وحدة وكمان هنحل مسائل متنوعة على الكسور يلا بسرعة ننطلق لرحلتنا ونبدأ بالدرس الأول هيا نبني عايزين نحدد يعني ايه كسر وحدة يعني ايه كسر الوحدة لو أنا بصيت للرسمة الأولى هرقيه آسم الدائرة النصفين من الأول نصف بالجزء الأزرق ونصف التاني مش ملوم يبقى ما هو عدد إجمال الأجزاء المتساوية يبقى أنا عاو أسمهم للكم جزء متساوي برافو عليكم لاتنين يبقى هنا عندي جزءين متساويين ادي جزء ودي جزء يبقى لهم جزءين متساويين تمام ايه هي الأجزاء المزللة عايزة إجمال عدد الأجزاء المتساوية المزللة كم جزء مزلل برافو عليكم جزء واحد يبقى ايه زن الجزء المزلل ده يمثل قد ايه من الدائرة برافو عليكم ده نصف الدائرة أنا ظلط نصف الدائرة تبقى اكتب ازاي الكسر الاهتيادي بتاعي هيبقى على صورة بسط ومقام واحد على اثنين يبقى ما هو الكسر الاهتيادي يا مستر يبقى كده أول تعريفه أنا عارفه على طول ان الكسر الاهتيادي يتكون من بسط ومقام الواحد اللي فوق ده اسمه البسط يبقى اللي فوق ده اسمه ايه يا ولاد اسمه البسط والاتنين اللي تحت ده اسمها ايه يا ولاد برافو عليكم اسمها المقام يبقى اللي فوق اسمه البسط واللي تحت ده اسمه المقام يبقى الكسر الاعتيادي بيتكون بيبقى على صورة بسط ومقام بس خلي بالك مش كل بسط ومقام اسمه كسر اعتيادي في الكسر الاعتيادي لازم البسط بتاعت يبقى اصغر من المقام فالواحد اللي فوق اصغر من الاتنين يبقى ده اسمه كسر اعتيادي لكن لو عطهولك البسط بتاعت اكبر المقام ما اكبر من المقام هتاخدها حاجة اسمها ايه كسر غير حقيق هناخدها في الدروس اللي جاية ان شاء الله يبقى احنا عارفين ان الكسر الاعتيادي اللي بيبقى على صورة بسط ومقام وهنا لازم يكون البسط اصغر من المقام عشان اقدر اسميه كسر اعتيادي. بس خلي بالك برضو ان النص هنا البسط بتاعه بكام بواحد يبقى ده اسمه كسر وحدة. يبقى ما هو كسر الوحدة هو كسر اعتيادي بسطه بواحد. تاني تاني نعرف كده تاني يبقى ما هو كسر الوحدة هو كسر اعتيادي على صورة بسط ومقام وبسط اصغر من مقامه وخلي بالك ان البسط بتاعك بواحد يبقى اسمه كسر وحدة. يبقى بناخد مثال تاني. عاطيني دائرة ومقسمة لكم جزء ادي واحد اتنين ثلاثة يبقى ما هو عدد الاجزاء المتساوية ثلاثة يا مستر. فرافو عليكم. كم جزء مظلل؟ واحد. الجزء المظلل بيمثل قد ايه من الشكل؟ بيمثل سلس. سلس الشكل. الكسر بتاعه واحد على ثلاثة وهو كسر وحدة لان بسطه بواحد هو كسر اعتيادي بسطه بواحد يبقى اسمه كسر وحدة. يبقى كسر الوحدة هو كسر اعتيادي بسطه وحدة. سلسل بناخد مثال تالت. عاطيني دائرة ومقسمها لكم جزء يلا نعيد ادي واحد ادي اتنين ادي ثلاثة ادي اربعة يبقى اربع اجزاء متساوية. كم جزء مظلل؟ واحد. يبقى الجزء المظلل اللي هو واحد من كم من اربعة يبقى واحد من اربعة يبقى اسمه ربعة. يبقى لو قسمتها لتنين يبقى نصف. السمطوم لثلاثة اجزاء يبقى سلس لو كانت ظللت جزء واحد. لو السمطوم لاربع اجزاء وظللت جزء واحد يبقى اسمه ربعة يبقى يكتب الكسر واحد على اربعة. يبقى واحد على اربعة هو يمثل الربعة والربع هو كسر وحدة لان بسطه اصغر من مقامه والبسط بتاعه بواحد. يبقى كسر اعتيادي بسطه بواحد يبقى اسمه كسر وحدة. تمام. ناخد مثال رابع. عطاني دائرة ومقسمها الخمس اجزاء. نعدي كده ادي واحد ادي اتنين ادي تلاتة ادي اربعة ادي خمسة. يبقى خمس اجزاء. كم جزء مظلل واحد. يبقى الجزء المظلل دي ومثل ادي خمس. خمس الشاك. جزء من خمسة. يبقى خمس الشاك. يبقى واحد على خمسة. يبقى واحد على خمسة ده كسر اعتيادي بسطه واحد يبقى اسمه كسر وحدة. يبقى كسر الوحدة هو كسر اعتيادي بسطه بواحد. تمام. ناخد مثال تاني. عطيني دائرة ومقسمها الاجزاء. تعني عدي الاجزاء المتساوية. ادي واحد. ادي اتنين. ادي تلاتة. ادي اربعة. ادي خمسة. ادي ستة. يبقى ستة اجزاء يا مستر. مظلل ايه؟ مظلل جزء واحد. يبقى واحد على ستة. يعني ستس. خلي بالك هنا ايه السين مضمومة. ستس. يبقى بواحد على ستة. وده كسر وحدة. تمام. نجي للمثال الاخير هنا. تعانى نعد الاجزاء المتساوية. ادي واحد. ادي اتنين. ادي تلاتة. ادي اربعة. ادي خمسة. ادي ستة. ادي سبعة. ادي تمانية يا مستر. يبقى ثمن اجزاء متساوية. مظلل كم جزء؟ مظلل واحد. يبقى واحد على تمانية. يعني ثمن. الثمن بواحد على تمانية. يبقى ده كسر ايه؟ وحدة. ثم تيجي ناخد ايه؟ المثال تاني. الصورة اللي قدمنا اللي امامنا دي. واحد نجار. ماسك الشاكوش بتاعه. ماسك قطعة من الخشب. عايز يقسمها. تعالى نتعرف على المقصود بتكوين. فيه حاجة اسمها تكوين وتحليل. وهنعرف الفرق ما بين التكوين والتحليل. فرح مقسمها لربع وربع وربع. يعني قسمها اربع اجزاء. يبقى كانت عنده قطعة خشب. اهي. راح مقسمها اربع اجزاء. كل جزء منها سميته ربع. لانه مقسمها على اربع متساويين. لو جمعت الربع والربع والربع والربع. كونتهم يكونيوا لي واحد صحيح. يبقى الاربع اجزاء بتكون واحد صحيح. يبقى انا قدرت اكون كسر اعتيادي. اه. يبقى الكسر الاعتيادي ده التكوين الواحد. بتكون من كم من اربع اجزاء. يبقى الواحد الصحيح فيه كم ربع. برافو عليكم فيها اربعة. يبقى الواحد الصحيح فيه كم تلت. ممتازين تلاتة شطار. الواحد الصحيح فيه كم نصف. فيه اتنين. الواحد الصحيح فيه كم خمسة. خمسة من اسمه. الواحد الصحيح فيه كم ستة. احسنتم. الواحد الصحيح فيه كم سبعة. سبعة. ممتازين. الواحد الصحيح فيه كم ثمن. تمانية. الواحد الصحيح فيه كم تسعة. تسعة. وهكذا. يبقى ايزا الواحد الصحيح. الواحد الصحيح. في كم ثم في تمانية تمانية على ايه على تمانية يعني تمانية على تمانية بايه بواحد صحيح تمانية على تمانية بكام بواحد صحيح يبقى ايزا الواحد الصحيح في كم ثم في تمانية الواحد الصحيح في كم نصف برافو عليكم في اتنين ممتازين في كم ربع اربعة يبقى الواحد ده في كم ربع ادي واحد اتنين تلاتة اربعة يبقى الواحد الصحيح بيتكون من كم ربع من اربع اربع. يبقى ايزا? اقدر بقى اقول لو انا عندي سلس وسلس وسلس. كم سلس يدوم? تلاتة ممتازين. التلات اتلات. تقول لي بيكونوا واحد. صحيح. يبقى سلس وسلس وسلس تكونوا واحد صحيح. يبقى الواحد صحيح. فيه كم سلس? فيه تلاتة. فيه كم ربع? فيه اربعة. فيه كم خمس? فيه خمسة. فيه كم سلس? ستة. فيه كم سبع? سبعة. وهكذا يبقى الواحد الصحيح اقدر اقسمه تلت اتلات او التلت اتلات اجمعهم وكونهم يعملولي واحد صحيح يبقى انا عند الربع والربع والربع كما يقولي واحد صحيح سولس وسولس وسولس يعطوني واحد صحيح بكون من ايه من التلت اتلات تمام تعالوا نشوف بعد ايه راح حول قصور الوحدة وخمس اسداس واربع اسباع وربع وتلتين تعالى هو عايز ايه يقولي ضع دائرة حول قصور الوحدة مين يعرف لكسر الوحدة برافو عليكم هو الكسر اعتيالي هو كسر اعتيالي بسطه بواحد يقولتين ما هو كسر الوحدة هو كسر اعتيالي يعني الرسول البسطه مقام وبسطه اصغر من مقامه بس خلي بالك ان الكسر الوحدة البسط بتاعه واحد هل داء بسط واحد? لا داء البسط اتنين هل داء بسط واحد ايه يا مستر؟ يبقى��ced كسر وحدة. اربعة على سبعة. لا الاربعة هنا البسط اربعة ما ينفعش يا مستر. هنا البسط خمسة ما ينفعش. اه التم يا مستر. برافو عليكم. يبقى ده كسر وحدة. يبقى واحد على اربعة ده كسر وحدة. واحد على تمانية ده كسر وحدة. لان البسط بتاعه واحد. يبقى لو جال في الامتحان. قال لي ضع دائرة حول كسور الوحدة. او اختار كسور الوحدة. هختار اللي بسطه واحد كسر الوحدة بسطه واحد من اسمه كسر وحدة يبقى بسطه واحد يبقى كسول الوحدة يا أولاد البسط بتاعها واحد تمام اكتب الكسر الاعتيالي الذي يمكن تكوينه من الأجزاء دي اعطيني رب ورب أنا عايز أكون كسر اعتيالي تب الكسر الاعتيالي على صورة ايه على صورة بسطه مقام يبقى أنا هعمل خط المقام بتاعك ما يجمعش المقام هنا أربعة 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 يبقى تنزل المقام أربعة ما تغيروش مش تقول لي أربعة زائد أربعة زائد أربعة اتناشر خطأ ده خطأ رياضي ما بجمعش المقام ولا بحلله ولا المقام بيتجمع ولا يتحلل اللي يجمع ويتحلل البسط البسط هنا بواحد وهنا بواحد وهنا بواحد يبقى واحد زائد واحد زائد واحد يديني تلاتة يبقى ثلاثة أربعة يبقى ربع وزائد ربع زائد ربع يكونيه لكسر اعتيالي على صورة بسطه مقامه بسطه أصغر من مقامه يبقى ثلاثة على أربعة خلي بالك اوعى تجمع المقامات غلط يعني لو أنا مستر كتبتي كده تلاتة جمعتي لفوب تلاتة أجمع لتحت اتناشر ده خطأ ده خطأ ما ينفعش نجمع المقامات يا أولاد نركز المقام ولا بيتحلل ولا بيتجمع المقام بينزل زي ما هو فالمقام هنا كان أربعة والمقام هنا كان أربعة والمقام هنا أربعة ده متحد المقام المقامات هنا متساوية المقامات بتاحتي متساوية متحدة نفس الشيء نفس المقام يبقى هنزل المقام نفسه أربعة المقام اللي هو اللي تحت يا أولاد اللي فوق ده اسمه البسط المقامات ما بقى ايه بتندل زي ما هي واجمع بقى انا عايز بيقول لي اكون اكون بقى كسر من ايه من التلات ايه كسور وحدة يبقى واحد زائد واحد زائد واحد يديني ثلاثة على اربعة يبقى الكسر الاعتيادي بتاعي ثلاثة على اربعة يبقى الكسر بتاعي يدقى كام ثلاثة على اربعة عرفت اتكونه ازاي ايوا قدرت اتكونه ازاي طب اخد نسال تاني اهي لو انا مثلتها يبقى عندي ده بكام عندي ده بربع. وده بربع. وده بربع. يبقى ايزا انا عندي هنا كم جزء? تلات اربع. تب الواحد الصحيح فيه كم ربع? برافو عليك فيها اربعة. يبقى هنا بيقول لي اكتب الكسر اتيادي وارسمه رسمته. تمام. ناخد مثال تاني. اعطيني سولس. والسولس. وايه? قال لي بيسوي كم? تعالوا نحلها. هعمل ايه? هروح اعمل شرطة الكسر. هنا المقام كام? تلاتة. والمقام هنا كام? تلاتة. يبقى ينزل تلاتة. يبقى ينزل تلاتة. واجمع البسط واحد زائد واحد باتنين. طيب افرض يا مستر كنت اعطيك كده. خمس. هادي ايه? كسر. يبقى خمس. وخمس. 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 وعايز اكون كسر من? الاخماز دي. هعمل ايه? برافو عليك. هقول له يساوي. هعمل نغير لون الالم. ونبدأ نحلها. اقول له يساوي. اروح عامل شرطة الكسر. المقام كام? المقام خمسة. يبقى ينزل خمسة. واجمع البسط واحد زائد واحد زائد واحد يديني تلاتة. يبقى كان عطانيك كسور وحدة. خمس ده كسر وحدة. بسط واحد. خمس ده كسر وحدة بسط واحد. خمس ده كسر وحدة بسط واحد. لما يكون كسر اعتياد من كسور الوحدة دي. يبقى اقول له واحد زائد واحد زائد واحد يديني تلاتة. المقام ينزل خمسة. ما اجمعهمش. ما اقولش خمسة زائد خمسة زائد خمسة. اقول خمستاشر. ده خطأ. يبقى هنا سلس. زائد سلس. يديني كام? برافو عليك. يبقى يكون سلسين. يبقى هنا الكسر يقدر يكونه سلسين. لو انا رسمته هيبقى ايه? اتنين جزئين ملوانين من تلاتة. جزئين ملوانين من تلاتة بنا كمان. قدرت امثل الايه? الكسر بتاعي. قدرت تتسميه. قال لي اتنين. الاتنين دي عدد الاجزاء المزللة. والتلاتة كل الاجزاء المتساوية. زي ما كان هنا. عدد الاجزاء المزللة تلاتة. وكل الاجزاء المتساوية اربعة. ده بناخد نسال تاني. يقول لي استخدم كسور الوحدة لكتابة معادلة. يعني ايه معادلة? معادلة يا ولاد بتتكون من طرفين. طرف يمين? وطرف شمال وبينهم علامة يساوي. هي دي المعادلة. يبقى المعادلة يا ولاد لفظ معادلة. كلمة معادلة يبقى طرف يمين? وطرف شمال وبينهم علامة يساوي. يبقى دي المعادلة. يبقى المعادلة بتتكون من كم طرف? من طرفين. وبينهم ايه? وبينهم علامة يساوي. فبيقول لي استخدم كسور الوحدة لكتابة معادلة الكسر الاعتيالي. طيب. تعالوا نشوف الكسر اللي امامنا. كم جزء مظلل تعال نعد. هدي واحد اتنين تلاتة اربعة. يبقى ايزا البسط اربعة. له عدد الاجزاء المظللة على. طيب الاجزاء كلها كم? تعال نعد. كلهم لغت هنا خمسة. يبقى اللي تحت هو كل الاجزاء. ولفوق عدد الاجزاء المظللة. طيب بيقول لي اكتب معادلة. يبقى لازم طرف ايسر يساوي طرف ايمن. اكتب معادلة استخدم كسور الوحدة. يبقى هو عايز يحلل الاربع اخماس. اللي هو التحليل. انا خدنا التكوين. ان انا بديك كسر وبقى كون. كان عطيك كسور وحدة. وخمس وخمس وخمس. روحت مكون منهم كسر اسمه تلاتة اخماس. يبقى ده تكوين. يبقى في فقر ما بيني التكوين والتحليل. التكوين. هتديك اجزاء مفرطة. وانت تكونهم تجمعهم مع بعض. المرة دي لا. عطيك اجزاء مجمعة. اربع اخماس. وعايز يحللهم. لكسور وحدة. يبقى يديني كم? يبقى يديني خمس. زائد خمس. زائد خمس. زائد خمس. يبقى كم خمس? يبقى اربع اخماس. المقامات هتنزل زي ما هي. يبقى المقام بتاعي يا مستر بخمسة. المقام ما بيتغيرش. المقام يا ولاج ما ننساش ما بيتغيرش. والبسط بتاعك بواحد. البسط بتاعك بواحد. البسط لانه عايز كسور وحدة. عايز كسور الوحدة. احنا هنا بنبني. عشان كده كان اسم الدرس هيا نبني. يبقى عندي كسور وحدة. كونت منها كسر اعتيادي. او عندي كسر اعتيادي. حللتها لكسور وحدة. فكده عرفنا الحل بتاعنا ازاي? ايوة. عرفنا نحلها ازاي يا مستر. يبقى الاربع اخماس. هقدر حللها. يبقى خمس زائد خمس زائد خمس. تعال هنكتب بقى الكسر بتاعي. يبقى الكسر بتاعي هنا اربع اخماس. ليه? لانه مظلل اربع اجزاء من خمسة. يبقى عدد الاجزاء المظللة اربعة. كل الاجزاء خمسة. تعال نعملها معادلة نقول له يساوي. لان احنا قلنا المعادلة طرف يسار وطرف يمين. هنكتب كسور الوحدة. يبقى خمس زائد خمس زائد خمس زائد خمس. يبقى اربع اخماس. يكونونه الاربع اخماس. تب ناخد مثال تاني. اعطيني دائرة. ومظلل كم جزء? تعال نعيد. ادي واحد اتنين تلاتة. يبقى تلاتة على كم? على اربعة. تلات اجزاء مظللة من اربعة. تعال نكتب المعادلة. يبقى تلاتة على اربعة يساوي. لان احنا قلنا ان المعادلة طرفين? طرف يمين? وطرف شمال? وبينهم علامة يساوي. دي اسمها معادلة. يبقى تلاتة على الاربعة. هنبدأ نكتب كسور الوحدة. يبقى ربع زائد ربع زائد ربع. لان انا عندي المقام بينزل. المقام اربعة. يبقى اربعة اربعة اربعة. حللت التلاتة. عبارة عن واحد زائد واحد زائد واحد. لانه عايز كسور وحدة. وعايز كسور الوحدة. طيب ناخد مثال بعد كده. يقول لي ايه هو تحليل الكسور. هو تقسيم الواحد الصحيح او الكسر الاهتيادي الى اجزاء او وحدات منفضة. طيب ده تحليل. ده معنى تحليل الكسر. يبقى لما يجي يقول لي حلل الكسر. الدرس التاني بقى هيا نحلل. احنا خلاص عارفنا نبني ازاي? اننا نقدر اديك معادلة. يبقى اديك كسور وحدة وتعمل لي منها كسر اعتيادي. يا ايما دي كسر اعتيادي وانت تحليله. يبقى تحليل الكسور هيا نحلل. ده اسم الدرس التاني. هو تقسيم الواحد الصحيح. ايه لا? او الكسر اعتيادي الى اجزاء او حدات ايه منفصلة. عشان كده لما قلت لك الواحد الصحيح. في كم نصف? برافو عليك. في اتنين. في كم ربع? فيها اربعة. الواحد. في كم تلت? برافو عليك. الواحد. في كم تلت? انا عايز كسور وحدة. يبقى فيه تلاتة. يبقى تلت زائد تلت. زائد تلت. يبقى الواحد الصحيح فيه كم تلت? هتقول لي فيه تلاتة. يبقى تلت زائد تلت. يبقى الواحد الصحيح فيه كم سلس? برافو عليك. فيه تلاتة تلاتة. يبقى الواحد الصحيح فيه كم تلت يا ولاد? فيه تلاتة. ادي واحد اتنين تلاتة. طيب اكمل. الواحد في كام نصف. ممتازين. الميستر قال الواحد في نصفين. يبقى فيه نصف تاني. عشان انت لو جمعت. لو انا حليت دي. تعال انحن لها كده اقول له يساوي. المقام كام? المقام تلاتة. المقام بتاعي تلاتة. تعال نجمع البسط. واحد زائد واحد اتنين. زائد واحد بتلاتة. تلاتة تلاتة فيها الكام? تلاتة تقسيم تلاتة يجيك واحد. عشان كده بقول الواحد فيه كام تلك? فيه تلاتة اتلات. طيب. الواحد فيه كام نصف? هتقول لي فيه نصفين. يبقى نصف زائد نصف. لو انا جمعت هلاقي ان المقام اتنين. اهو نزل. هجمع البسط واحد زائد واحد بتنين. واحد زائد واحد بكام بتنين? يبقى تنين على اتنين فيها الواحد. يبقى الواحد فيه كم تل فيه تلاش الواحد فيه كم نصف فيه اتنين الواحد فيه كم ربع فيه اربعة يبقى ربع وربع 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 يعني لو كتبت كده الواحد وعايز اقسمه الاربع يبقى انا هكتب كم ربع ممتازين يبقى هكتب ربع زائد ربع زائد ربع زائد ربع يبقى الواحد الصحيح فيه كم ربع يا ولاد برافو عليكم فيه اربع اربع يبقى انا عرفت الواحد فيه كم رب اه الواحد فيه اربع اربع الواحد فيه كم تلت فيه تلاتة الواحد فيه كم نصف فيه اثنين الواحد فيه كم خمس فيه خمسة خمس اخمات خمس وخمس 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 وهكذا يبقى انا اقدر احلل الواحد لكسور واحدة اقدر كمين السؤال بعد كده تلاحظ ان التكوين والتحليل دقوم عملاتين متضدتين التكوين أجمع الكسور معا التحليل أقسم الكسور إلى وحدات أظهر منها ففي فرق ما بين التكوين والتحليل عمليتين متضادتين لما يقول لي كون كسر يبقى أنا بجمع لما يقول لي حلل الكسر يبقى أنا بقسمه يبقى ده الفرق ما بين التحليل والإيه والتكوين طب نسال حلل الكسور إلى كسور وحدة 3 على 3 بتساوي نقط زائد نقط زائد نقط عايزة حلل الكسر ده المقام بتاعي كم 3 يبقى أنا هنزل المقام 3 يبقى أعمل خط كده ونزل المقام 3 هعمل خط الكسر ونزل المقام 3 هعمل شرطة الكسر ونزل المقام 3 طب عايزة حلل البصل التلاتة عايزة حللها على كم جزء على 1 2 3 يبقى أنا هعملها كسور وحدة يبقى عبارة عن واحد على تلاتة لأنه بيحللها الكسور وحدة زائد واحد على تلاتة زائد واحد على تلاتة يبقى الثلاث أتلات فيهم تلت وتلت وتلت يبقى إذن قدرت حلل الكسر بتاعي لثلاث أجزاء يبقى عبارة عن كام عبارة عن سولز زائد سولز زائد سولز أنا كده حللت البسط المقام بينزل المقام تلاتة نزل التلاتة تلاتة تلاتة حللت البسط شطار ممتازين حللت التلاتة لكسور وحدة يبقى واحد وواحد وواحد يبقى واحد على تلاتة يعني سولز واحد على تلاتة يعني سولز واحد على تلاتة يعني سولز وكل ده بيساوي كام برافو عليكم كل ده بيساوي الواحد الصحيح كل ده بيساوي كام الواحد الصحيح يبقى الثلاث اثلاث بتلت زائد تلت زائد تلت بواحد صحيح تمام يلا نحلل الثلاث اثنين اللي بيساوي نقط زائد نقط زائد نقط يبقى ايزا المقام هينزل كام تمانية وحلل الثلاث خلي بالك انا ما احللش المقام. المقام بينزل. انا احللها لايه? لكسور وحدة. يبقى الكسر الوحدة بتاعه كم? يبقى ثم. يبقى واحدة على تمانية. زائد ثم. زائد ثم. ليه? لان المقام نزل تمانية 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 تمانية. واروح محل للبس واحد 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 ديني ثلاثة. تمام. افرد يا مستر مسلا. كان عطاني مسلا. خمس. اتساع. وقال لي حللها للقصور وحدة. هقول له ازاي? برافو عليكم. هقول له يساوي? انا عايز خمسة. يبقى خط زائد. انا حللها الكسور وحدة خطي بك لا اتنين. زائد. كسر كده تلاتة. زائد. كسر كده اربعة. زائد كسر كده خمسة. المقام بتاعك ينزل كم? برافو عليك. المقام بتاعك هينزل تسعة. يبقى هنا المقام ما بيتحللش. انا بحلل البس بحلل مين يا ولاد? البس يبقى هنا هكتب تسعة. وهنا هكتب الايه? المقام بتاعي تسعة. وهنا هكتب المقام تسعة. وهنا هكتب المقام تسعة. وهنا هكتب المقام تسعة. واروح بقى محلل الخمسة لكسور وحدة. يبقى بواحد. يبقى واحد على تسعة. زائد 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 واحد على تسعة. يبقى انا كده كتبت ايه كتبت قصور الوحدة بتاعتك برافو عليك شاطر ممتاز يبقى انا كده حللت الكاس ايو حللت الكاس الى قصور وحدة تمام طيب الدرس التالي دقى بمزيد من التحليل تعال انا نعرف بقى انا ممكن احلل لها بدل قصور الوحدة اقدر حلل لها قصور تانية بيقول لي اكمل السبع اثمان بتساوي الثمن زائد كام ايه ده المقام بتاعك هيتغير تقول لي لا يبقى انا هنزل المقام تمانية هنزل المقام بتاعي تمانية طيب كان عندي كم انا عندي سبعة كتبت منهم واحد يبقى فاضل ستة ليه لانه يبقى ستة زائد واحد سبعة ايه لا انت كده مستمع كتبتاش كصور وحدة لا هو ما قال ليش هو عطاني جزء وعيز باقي الاجزاء فكان سبع اثمان عطاني كسر وحدة بصم يبقى بقي ستة اسمان يعني مثلا لو عطاني مثلا خمس اتساع او خمس اسباع بالشكل ده وقال لي يساوي ثلاث اسباع زائد نقط زائد نقط انا عايز اجيب باقي الاجزاء هعمل ايه اقول له سهلة جدا اقول له يساوي اروح اعمل شرطة الكاس بتاعتي هنزل المقام سبعة المقام ما بيتغيرش كان عندي خمسة كتبت منهم كام تلاتة خمسة نقص منهم تلاتة يفضل اتنين ايه باقي ايزا اتنين زائد تلاتة تديك الخمسة افرض مثلا مثال تاني ستة اسمان تبت على تمانية بتساوي اتنين على تمانية زائد نقط وبيقول لي كمل اكمل ايه الكاسر حلل الكاسر ده وكمله بمزيد من ايه التحليل تعال ايه نكتبه المقام هتغير تقول لي لا هعمل شرطة الكاسر يا مستر المقام بتاع هينزل تمانية اقول لك شاطر يبقى انت كده بتحلي الستة كتبت منها كام اتنين يبقى الستة نقص منهم اتنين يفضل لك اربعة يبقى الستة عبارة عن اتنين زائد اربعة يديك ستة مثال تاني مثال تاني افرض مثلا عطاك خمسة على سبعة خمسة على اه حداشر خمسة على احداشر وقال لك يساوي راح كتب لك تلاتة كتب تلاتة على احداشر وبيقول لك كمل لي الكاسر ده حلل لي بقيت الكاسر ده قال لك زائد نقط تعال احلله هنغير لوني القلم هقول له ايه هقول له يساوي هعمل شرطة الكاسر هنزل المقام حداشر لان المقامات ما بتتحللش وحلل الباست كان عندي خمسة كتبت منهم تلاتة اقول له خمسة ناقص التلاتة يديك اتنين يبقى انت فاضل لك جزئين يبقى ايزا عشان انت لو جمعت تلاتة واتنين يديك الخمسة يبقى داسمه مزيد من التحليل يبقى احنا في الدرس الاولاني اتعلمنا ان احنا بنحل الكسور وحدة اللي هي باستها واحد وعرفنا ازاي اكون كسر وازاي احلل الكسر سواء باستخدام كسور الوحدة او يديني كسور وحدة وانا اكون كسر اعتيادي وعرفت ان الواحد الصحيح عرفت ان الواحد الصحيح فيه نصفين ان الواحد الصحيح فيه اربع اربع ان الواحد الصحيح فيه خمس اخماس ان الواحد الصحيح فيه ستة ازداس وهكذا فأنا لما أجل حل للكسر سبع أثمان الثمن مكتوب يجب أنا هكتب كام برافو عليك هكتب ستة على تمانية أنزل المقام تمانية وواحد وستة هما اللي هدوني سبعة إنا كان عندي سبعة ده المجموع الكل يعطاني هو كسر واحد أقول له سبعة ناقص الواحد يجديك الجزء المتبقي ستة طب ناخد مثال تاني هنا بيقول لي ستة على عشرة ليسوا واحد على عشرة زائد كام تعال نشوف هنزل المقام كام ممتاز هتنزل المقام عشرة هتنزل المقام بتاعك كام العشرة يبقى هنزل المقام عشرة تعالوا نشوفها اهيه هنحلها بالشكل ده هروح منزل المقام بتاعي عشرة ممتازين أولادنا بيكتبوا الإجامة مبرافو عليكم يبقى هنزل المقام بتاعي عشرة وقول له الستة ناقص الواحد يديك خمسة يبقى خمسة على عشرة يبقى الستة على عشرة بتساوي واحد على عشرة زائد خمسة على عشرة تمام يبقى احنا كده قدرنا نحله يبقى الإجابة بتاعتنا كما تنزل خمسة على عشرة تابع ناخد مثال تاني اربع على خمسة اربع على الخمسة بتساوي تلاتة على خمسة زائد نقط يبقى هعمل ايه هروح منزل مين المقام خمسة وقل له أربع نقص ثلاثة برافو عليكم شطار فيها الواحد ممتازيني بقى واحد على خمسة برافو عليكم أحسنتم ناخد مثال تاني تعالى ناخد أمثلة تانية لو عطيني مثلا أربعة على ستة وقال لي حللها بتساوي واحد على ستة زائد نقاط واحد على ستة زائد نقاط وقل لي كمل لو عطيني سبعة على تسعة بالشكل ده بتساوي تلاتة على تسعة ممتازين ولادنا الشطار بيكتبوا الإجابات برافو عليكم أحسنتم يبقى بيساوي تلاتة على تسعة زائد نقاط يبقى الإجابة بتاعتنا كامل يبقى الاولى هنعمل ايه برافو ولادنا بيقول يا مستر هتنزل المقام ستة أقول لكم ممتازين يبقى هنزل المقام ستة واقول له أربعة نقص واحد تلاتة تضطار يبقى إذن اللي أربعة دي عبارة عن واحد زائد تلاتة طب التانية السبعة تلاتة زائد كامل يديك سبعة ممتاز زائد أربعة يبقى البسطة أربعة طب المقام ينزل تسعة زي ما هو من غير تغيير يبقى أنا هنا حللت الكسر بتاعي يبقى السبعة على تمانية عبارة عن واحد زائد ستة ده مزيد من التحليل مش كسور وحدة بس الستة على عشرة واحد زائد خمسة يديني ستة الأربعة على خمسة تسوي تلاتة على خمسة زائد واحد على خمسة يبقى زائد كام واحد على الخمسة يبقى هنا مزيد من التحليل يبقى أنا كده لو هو عطيني أربعة على ستة أقول له إيه أربعة على ستة كان بيقول لي تسوي واحد على ستة زائد كام أقول له زائد تلاتة على ستة طيب 7 على 9 تساوي ايه؟ 3 على 9 زائد نقط زائد 4 على 9. يبقى هنا قدر أحلل وأعطي مزيد من التحليل. بقول لي اختار الإجابة الصحيحة. 5 على 7 بيساوي 1 على 7 زائد 1 على 7 زائد نقط 4 على 7 ولا 3 على 7 ولا 2 على 7 ولا 1 على 7. تعالوا نحلها. تعالوا نحل عشان نقدر نختار. هو عاطيني كام؟ 5 على 7. بيساوي 1 على 7 زائد 1 على 7 زائد نقط. أجمع اللي هو عطاه. هو عطاني مين؟ عطيني كسرين. عطيني 1 على 7 وعطيني 1 على 7 أجمعهم. يبقى 1 زائد 1 اتنين. أطرحها من 3 من 5 يديني 3 على 7. راضوا عليكم. يبقى الولاد يقولوا لي يا مستر الاختيار ده 3 على 7. أقول لكم شطار. لأنه لو جمعت 3 و 1 و 4 و 1 يديك 5. يبقى أنت كده كملت المعادلة. يبقى الـ 5 على 7. بتساوي 1 على 7 زائد 1 على 7 زائد نقط. قال له زائد 3 على 7. طب ناخد ايه؟ نسال تاني. يقول لي 7 على 9. بتساوي 1 على 9. ولا 2 على 9. ولا 3 على 9. ولا 4 على 9. تعال نحلها. أجمع اللي موجود أربعة و 1 كام؟ خمسة. أجمع دهم واحد و 4 خمسة. من سبعة يفضلك 2 على 9. ممتاز. عشان أنت لو جمعت 2 و 4. 6. 1 يديك 7. يبقى أنت صح. يبقى الإجابة بتاعتي كام؟ 2 على 9. يبقى إذن يقدر يجبها الاختياري؟ آه يقدر يجبها الاختياري. يقدر يحلها كتكملة؟ آه يقدر يحلها كتكملة. ايه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ هنا السؤال بيقول لي اختار. 5 على 7. بيساوي 1 على 7 زائد 1 على 7 زائد نقط. أقوله زائد 3 على 7. ليه؟ لأن 3 زائد 1 أربعة. زائد 1 يديك 5. يبقى الإختيار بتاعي كان 3 على 7. طب التانية. كان عطيه لكسر كله 7 على 9. وأعطيك جزء بواحد على 9. زائد 4 على 9 زائد نقط. أقوله أجمع اللي موجود. 4 و 1 كام؟ 5. 5 و 1 خمسة. أنا عايزهم 7. يبقى كنت لازم أزود 2 على 9. يبقى عشان يبقى 2 زائد 4. 6 زائد 1 يديك 7. والمقام 9 ما بيتغيرش. المقام ما بيتغيرش ما تنساش. يعني افرد يا مستر كان عطاني بالشكل ده. وقال لي 5 على 7. بيساوي 1 على 7. 1 على 7. زائد 1 على 7. زائد 2 على 7. زائد نقط. ويقول لي كمل. قلت أعمل إيه؟ هي هي نفس الشيء. هو عطيك الكسر الكبير كام؟ 5 على 7. كتب كام؟ 1 على 7 زائد 2 على 7. اجمع اللي موجود. 1 و 2. 3. 3 دي نقصة من الاتنين. نقصة من الخمسة. يبضل لك 2 على 7. يبقى الإجابة لنقصة 2 على المقام زي ما هو 7. عشان لو جمعت 2 و 2 4 و 1 5. مثال تاني اهو. تعني ناخد مثال تاني. هنعمل كده ونكتب مثال تاني. افرض مسلا كان عطيني. معلش ايه نكبره شوية. كان عطيني مسلا مثال تاني. قال لي كده. قال لي ايه؟ 7 على 8. 7 8. 7 8. يساوي. 2 على 8. زائد. 2 على 8. زائد. 1 على 8. زائد نقط. عايز أكمل الكسر ده. سهلة جدا. أقول له يساوي. المقام بتاعك كام تمانية. يبقى تعمل شرط تتكسب. وتكتب التمانية الاول. يبقى انا كده خلصت من المقام. هو الكسر بتاعي كام. كان سبعة. عطيني اثنين. على تمانية. زائد اثنين على تمانية. زائد واحد. اجمع اللي هو عطين. واحد زائد اثنين. تلاتة. زائد اثنين خمسة. اطرحها من السبعة. يفضل لتنين. يبقى الكسر المتبقي عندي. كان اثنين على تمانية. يعني اثنين على كام؟ على تمانية. يبقى ايزا السبعة على تمانية. بتسوي اثنين على تمانية. زائد اثنين على تمانية. زائد واحد على تمانية. زائد اثنين على تمانية. ده مزيد من التحليل. يعني نقدر حلله لكذا كسر. لا كذا كسر. طمام. يقول لي ايه؟ ما عدد كسور الوحدة. اللي تحتاجها من السم. عشان اتكون خمس اثمان. هو عايز ايه؟ عايز عدد كسور الوحدة. اللي هي ثم. اللي بتكون خمس أثمان يعني الخمس أثمان دي فيها كم ثم ده معنى سؤال. ثاني بيقول لي ما عدد كسور الوحدة التي تحتاجها من الثم عشان تكون خمس أثمان. يبقى معناها ايه بيقول لي الخمس أثمان فيهم كم ثم برافو عليك. فيها خمس ثم وثم 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 يبقوا خمس أثمان. يبقى ايه لما يقول لي ما عدد كسور الوحدة اللي بتكون خمس أثمان اللي هو مين الرقم اللي موجود في البسط هو ده الإجابة بتاعتك. يبقى بيساوي خمسة يبقى الإجابات بتاعتك اختار يبقى تساوي كم يبقى مع عدد كسور الوحدة التي تحتاجها من الثم عشان تكون خمس أثمان. تعالى نختار يبقى نختار الخمسة يبقى ايزا فيها كم فيها خمس أثمان. الخمس أثمان فيها الخمس أثمان فيها خمسة من الثمنة. يبقى ده عايز عدد الكسور ما يقول لكش ايه هو هو عددهم كم كس هيبقوا خمسة. يعني الخمس أثمان دي هكتبها ثم زا هي هيتبقى عبارة عن ثم زائد ثم يبقى ثمن زائد ثمن زائد ثمن زائد ثمن. يبقى الخمس أثمان في يوم كم ثم في يوم خمسة تعالى نعددهم كده. ادي واحد ادي اتنين ادي تلاتة ادي اربعة ادي خمسة عشان لو جمعت واحد زائد واحد اتنين زائد واحد تلاتة زائد واحد اربعة زائد واحد خمسة ادي الخمسة والمقام تمانية. يبقى الخمس أثمان ما عدد كسور الوحدة اقول له خمسة. تب لو قال للست أثمان عدد كسور الوحدة اقول له ستة. لو سبع أدساء كان عدد كسور الوحدة سبعة اللي هو الرقم اللي موجود في البسط هو ده عدد كسور الوحدة كمام السؤال اللي بعد كده ما عدد كسور الوحدة التي تحتاجها من التسع عشان تكون سبع أدساء لسه المستر أيني أربعة ولا خمسة ولا ستة ولا سبعة ها الولاد نكتبوا الإجابات في الشات برافو عليك سبعة اللي هو الرقم اللي موجود في البسط يبقى السبعة تساع فيهم تسل وتسل 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 سبع مرات يبقى ايزا قدرت احكون الكسر التسل ده يتكون سبعة تساعة ايوا اجمع سبعة سبعة ساعة يدينватه ايه سبعة تساعة يبقى ايزا ما عدد قصور الوحدة اللي موجودة في السبعة تساع سبعة ايضا يديرنا نقدر نحل اه نقدر نحل علفنا الفرق ما بين التحليل والتكوين التحليل ينديني الكس وانا حلله لكسور وحدة او مزيد من الكسور او يديني مزيد من الكسور ويقول لي كون زي ما هنا قال لي انا اعطيك اسمان كون منها خمس اسمان يبقى عددهم خمسة اكون خمس اسمان يبقى سمنا وسمنا 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 اجمعهم يديني خمس اسمان التوصل أجمعه سبع مرات يديني سبع أجساعة وهكذا يبقى أنا تعلمت إن إيه هو كسول الوحدة اللي هو كسر اعتيادي بسطه بواحد عرفت إيه هو الكسر الاعتيادي اللي بسطه أصغر من مقامه عرفت الفرق ما بين التكوين والتحليل إلى هنا نصل لنهاية حلقاتنا لهذا اليوم على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة كان أصحابكم في رحلاتكم أستاذ محمد ناجي معلم الرياضياب ومدرب النظام الجديد وسفير التغيير ومدرب الإدارة الحديثة بمحافظة بن سويف في أمان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته